وخلينا نضرب مثال النهاردة برجل أوتي همة عظيمة جدا في العلم توقظ الهمم لو تسمح لي سيادة أرجوك الإمام ينطبق ليش على اطنار أيوة بالضبط جدا جدا بلغ من عجائب هذا الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير وصاحب التاريخ المشهور بتاريخ الأمم والملوك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري كان آية في العلوم والمعارف بيقولك حسب ما كتبه بخطه وقسموه على أيام عمره فتبين إنه لو بيكتب يوميا من يوم ولد إلى يوم توفي المفروض أن يكون بيكتب يوميا مئة ورقة تأليفا فلو شلنا عشر سنوات في حال الطفولة ولسه بيحفظ القرآن الكريم وعشر سنوات كمان لسه بيتعلم العلم ووزعنا ده على بقية سنوات العمر كان عظيم الهمة جدا في طلبه للعلم لا يفتر عنه أبدا أوتي حظا عظيما في العلم في التفسير وفي التاريخ وفي الحديث وفي الفقه وفي القراءات وفي علوم وفنون متعددة وكان عنده شمم وإباء عفيفا نفس جدا بلغ من همته أنه دخل مصر وتتلمذ لتلامذة الإمام الشفعي لما دخل مصر جاء رجل يسأله في علم العروض بتاع الشعر اللي هو بحور الشعر ولم يكن قد سبق له أبدا النظر في هذا العلم فحصل عنده أنف وإباء أن يسأل في علم من العلوم فيظهر أنه لم يدرسه فقال للسائل سبق مني اليوم وعد ألا أتكلم في العروض أمهلني إلى غد النهار دعا عندي كده كما لو كنت أقسمت يمينا مثلا ألا أتكلم في العروض بكرة تعالى إسأل ثم قصد إلى بعض أصحابه وقال له عندك حاجة من الكتب في علم العروض قال له عندي كتاب الخليل بن أحمد الفراهيد قال أعرني إياه فاستعاره فسهر عليه ليلة فأحكم علم العروض في ليلة هذا هو الأمر الذي يكاد يكون مستحيل أنا أجزم أنه مستحيل بلا شك محدش يعرفي عن هذا يحتاج إدراك موسيقي وإدراك لغوي وإبحار في الشعر ودراسة أكاديمية متقنة لمسائل صعبة في علم العروض والبحور والتفعيل والأوتاد والأسباب صنع كده بشغل أنا الغريب أنه هو مش بس أخذ معلومات كما لو كان بيقرأ مثلا قراءة عابرة لأنه حيسأل ومش عارف السائل تاني صفحة كي بدي عن الموضوع مش عارف صفحة كي بدي عن الموضوع أتقن العلم إتقانا يؤهله إنه تاني يوم يقول أنا مستعد لأي سؤال في هذا العلم فلما جاء السائل وسأله فيه أفاده في كل ما سأل حتى خرج الرجل هو لا يظن أبدا إنه ده لسه مبارح إلى حد مبارح كان غير متقن من همم هذا الإمام العظيم الشأن أنه قال لأصحابه أتنشطون لتفسير القرآن الكريم قالوا كم يكون قدره لو دونت ما وعاه صدرك من علوم في تفسير القرآن الكريم في كم تخرجه فذكر نحوا من ثلاثين ألف ورقة يستطيع إملأها في الحال في تفسير القرآن العظيم قالوا هذا عمل عظيم جدا تفنى الأعمار دونه يعني يا مولانا حرام عليك ده في حاجة اسمها كده ده احنا نفضل عمرنا كلنا درسه من خلصش الثلاثين ألف صفحة دراسة يعني فاختصره لهم في نحو ثلاثة آلاف ورقة وسمه جامع البيان في تفسير القرآن العشر بالضر اللي مطبوع الآن في الثلاثر مجلد لما كتب بخط اليد قديما لسه الملمح مجاش بعد ما تمم هذا قال هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا قالوا له والله ده شيء عظيم بس برضو كام سيتك يعني تقدر له كام فذكر نحوا مما ذكر في التفسير قال لهم برضو ما يعيه صدري وخاطري من علوم متعلقة بهذا الباب أمليه أيضا في ثلاثين ألف ورقة فقالوا له هذا ربما انتهت الأعمار دونه فأطرق لحظات ثم قال إنا لله لقد ماتت الهمم ثم اختصره في نحو مختصر التفسير فخرج الكتاب الموجود الآن تاريخ الأمم والملوك مطبوع في 12-13 مجلد بعناية الشيخ أحمد شاكر وأخوه محمود الشاهد من هذا الكلام إنه هكذا كان أهل طبعا إذا حبنا نتكلم هل تلاميذ خذلوه ولكن بصورة نسبية مقررة بحالة الإمام ليث بن سعد الأصحاب لم يقوموا به هو كده وكمان كان له مذهب فقه يقارن بمذهب الأئمة الأربعة فنشأ له مذهب فقهي خاص به وانتسب له أتباع فسموا بالجريرية زي الحنفية والملكية والشفعية ثم انقرض في القرن الخامس الهجري هو مات 311 هجري أوائل القرن الرابع بعد 150 سنة ظل فصيل كبير من الناس يفتي باختيار ابن جر بمذهبه الفقهي الخاص به فكان له مذهب فقهي خاص زي أبو حنيفة يعني يوضع جنبا إلى جب مع أبي حنيفة ومالك وشفع لكن انقرض مذهبه الفقهي ومات سواء بسواء كالليث ابن سعد زي ما سيتك تفضلت ولا محت